وصف الكثير من المراقبين لأسواق المال الأمريكية شهر سبتمبر أنه يواجه نفس المصير تقريبا كلما مرت فترات زمنية معينة ليطلق على هذا الشهر بأنه شهر به لعنة أو ما تسمى بسبتمبر كيرس ولكن ما الذي يخفي هذا الشهر ولماذا تحدث فيه هذه الأعراض يبدو أنه في السوق الأمريكي نعلم جيدا مشهور عن شهر أكتوبر أنه شهر التقلبات خاصة في العام الذي يشهد انتخابات أمريكية وبالتالي يأتي سبتمبر الذي يسبقه بعمليات بيع وتكون عشوائية لكن هذا ينحصر في كل عامين أو كل أربعة أعوام في السوق الأمريكي بعد ذلك بدأت السوق دائما تأخذ تأثيرات نفسية أنه سبتمبر تحدث في هذه الموجة من طبعا البيع وبالتالي أصبح هذا الشهر يتسم بعمليات التذبذب ولكنها تميل إلى الأسوأ أداء في تاريخ المؤشرات الأمريكية متوسط الأداء بالنسبة لكل سبتمبر منذ العام 1945 وهذا العام هو الذي كان بدأت فيه نلحظ المؤشرات الأمريكية لتراجع يبلغ تراجع بصفر فاصل سبعة في المئة تحديدا للـ S&P 500 بالنسبة لآخر ثلاث سنوات للتوالي على التوالي انخفضت لدينا المؤشرات والعائد طبعا على الشهر للمؤشر في سبتمبر بحدود 6% وهذا يعد انخفاض كبير وخاصة أن السوق الأمريكي اليوم تمر بموجة من الارتفاعات وكانت قد واجهت الكثير من التحديات ورغم ذلك استمرت في الارتفاع وبالتالي الخوف اليوم أن يواجه السوق عمليات تصحيح في سبتمبر وإن كان قطاع التكنولوجيا اليوم ينهض بالمؤشرات الرئيسة على رأسه أهم سبع قيادات في السوق سبتمبر في العام 2022 مر أيضا بموجة من الخسائر يعني فقط يفصلنا عام عن القراءة الأخيرة وتراجع فيها المؤشر 9.3 في المئة وهو أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 1974 وبالتالي إذا ما قرأنا نفسيا كيف كان سبتمبر العام الفائت فنحن نتوقع تصحيح على الإس أم بي خلال هذا الشهر الإس أم بي كيف كان أداءه منذ بداية هذا العام سجل مكاسب 18% مدفوع كما ذكرت بالقيادات التي سجلت مكاسب وحققت قيمة سوقية مرتفعة وما تزال أيضا هي نصب أعين الكثير من المستثمرين وبالتالي ربما ستستمر في الارتفاع ولكن في أغسطس أول خسارة سجلها من فبراير كانت بـ 1.8% وآخر أربع جلسات فقط في وولستريت هي التي نهضت بالمؤشر عادة عن ذلك كان سيتسم لدينا شهر أغسطس بأنه الأسوأ فيه منذ سنوات بالنسبة للسوق الأمريكي بالنسبة لناس ذلك المركب منذ بداية العام حقق انطلاق 34% ولكن أغسطس سجل خسارة بـ 2.2% وأذكر أنه آخر أربع جلسات في أغسطس أنقذت مؤشرات أو بعض من جموع أسهم قطاع التكنولوجيا الأسهم والمؤشرات لتأتي إلى مكاسب لكن ما هي العوام التي قد تمنع تكرار هذا السيناريو التاريخي والخسائر في سبتمبر البداية هي ارتفاع احتمالية إيقاف رفع معدلات وأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي على ضوء البيانات الأخيرة وكان آخرها بيانات الوظائف التي جاءت أقل من المتوقع كان متوقع إضافة 200 ألف وظيفة جاءت 187 ألف وهذه إشارة إيجابية للفيدرالي وبالنسبة لمستويات التضخم رهنات تثبيت معدل الفائدة في هذا العام تذهب إلى نسبتمبر 93% تثبيت نوفمبر 62% تثبيت وديسمبر 60% أيضا عام الآخر وهو نتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات في الربع الثاني كانت توقعات تشريع لتراجعات في الأعمال 7.9% ولكن الفعلية كانت بتقليص هذه التراجع الـ 2.9% أحداث إيجابية مرتقبة ربما ستكون سبب في استبعاد هذا السيناريو طبعا إطلاق أبل للنسخة الحديثة من آيفون 15 وهها تنتظرها الأسواق مايكروسوفت وميتا تكشف عن تقنيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسنسمع أيضا عن صندوق جديدة تدخل إلى السوق تتداول أيضا في سوق الأصول المشفرة ولربما هذا سيبعث بالمزيد من التفاؤل إلى السوق ترجمة نانسي قنقر